أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاضية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فدعون ومن قبله والمكتفكات بالخاطئة فعص الرسول ربهم فأخذهم أغذة رابية إما لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتت ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قتوفها دانية كلوا اشربوا هديئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم نوت كتابي ولم ندر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها لا سبعون ذرا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هامنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاضين لا خذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم